تحتفل الدول الأفريقية في 25 مايو من كل عام بيوم أفريقيا وهو احتفال سنوي يمثل يوم الحرية الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي وجاءت فكرة المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في غانا في 15 من أبريل من عام 1958 بمشاركة مصر حيث عرض المؤتمر التقدم الذي أحرزته حركة التحرير في القارة الأفريقية التي ترمز إلى تصميم شعب أفريقيا على التحرر من الحيمنة ودع المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية لأفريقيا وأسهمت القاهرة في تأسيس هيكل الاتحاد الأفريقي الذي جاء خالفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومي في عام 2000 وهي القمة التأسيسية للاتحاد طلباً لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة وهو ما أخذ به وخلال السنوات الماضية سعى الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق هذا الطموح بدرجات متفاوتة من النجاح على أسس ومبادئ خاصة بالنهضة الأفريقية وبروح الوحدة الأفريقية والهوية الثقافية والقيم المشتركة وأجندة التنمية المستدامة لعام 2063 للاتحاد الأفريقي طيب النهاردة زي ما حدكم شفتوا كده في التقرير والتعليق الصوتي أو زي ما سمعتوا يعني النهاردة يوم أفريقيا هو موضوع مهم جداً 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 مهم ليه لأنه هتقدروا تفهموا أكتر من خلال ضيوفنا الأعزاء خبرنا الاقتصادي الكبير دكتور خالد الشافعي أهلاً بصيحة صحة الأخبار دكتور أهلاً بصيحة أهلاً بصيحة أهلاً بصيحة المشاركة في كل مكان ربنا خليك منورنا ورحمة اللحظة جميل عفيفي مدير تحديو الأهرام منوّرنا الله يخليك إزاي الحال كله تمام كله تمام طيب يمكن أنا مش عارف أبدأ من فين ولا فين يعني بين الزمالك والأهلي محفروا الله والله وكله أهلي كله أهلي وما فيه أنت زمالكوي الوحيد اللي في الأعداد أنت زمالكوي آه تخير معقولة آه آه ده أقول لك اللي عاوز ينقي عريس لبنته ينقي زمالكوي لأنه صبور وبله طويل آه والله وعنده أمل طيب هبدأ من اليمين دكتور خالد أنا كنت أتكلم من شوية على أن العلاقة ما بين مصر وإفريقيا هي علاقة التوقم الملتصق قبل الانفصال مهما تضربت أسفين وأنه عندنا علاقات سياسية طويلة جدا وعندنا مشاركات في حركات التحرر الإفريقي كنت أقول كان عندنا جمال عبدالناصر وعندنا نيكروما وعندنا لمومبا ونلسوم مندلا وميبيكي ودكتور يعني شراكة حقيقية على كل المستويات اليوم اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة ده كان هو اليوم بتاع تأسيس منظمة الوحدة لكن هيجي تقالي طب يا جماعة الكلام ده عد عليه سنين النهاردة مصر وإفريقيا فين من بعض خلينا حتى ناخدها من الشق الاقتصادي فين من بعض لو شفنا التجمعات اللي تم اهداثها خلال فترة وخصوصا تجمع الكوميسيا اللي قدر يعمل ارتباط وعلاقة تبادل تجاري بين مصر وبين دول الشرق افريقيا بين تجمع بين دول حوض النيل تجمع بين الاتحاد الافريقي ورئاسة مصر والسيد الرئيس عفتاح السيسي الاتحاد الافريقي في 2019 وما احدثوا من ثورة هائلة في كل الوحدات وكل الاجهزة داخل الاتحاد الافريقي وكان كل الزعماء لافريقيا يرغبون في نقل التجربة المصرية داخل الاراضي الافريقية بشكل عام لان احنا لو شفنا افريقيا عدد سكانها 1.373 من 10 مليار نسمة 17.5 من اجمالي عدد السكان في العالم حجم الناتج المحل الاجمالي لا يتجاوز 3% من اجمال الناتج العالمي المحلي حين انها ارض المواد الخام وقوة بشرية هائلة عندها قارة افريقيا تاني قارة في قارات العالم من حيث عدد المساحة وعدد السكان قارة افريقيا لمدة 500 سنة كانت معرضة للنهب والسلب من قبل قوى العظمة النهاردة احنا فين من ده اللي بيحصل في افريقيا ده افريقيا النهاردة 30% من اجمالي المواد التعدينية او السروة التعدينية موجود في افريقيا 12% من اجمالي احتياط البترول في افريقيا 8% غاز المكتشف الى الان انما ما زال فيه بحث واستكشاف على مزيد من حقول الغاز والبترول داخل افريقيا الدهب اكتر من 50% الالماظ اكتر من 43% 18% من اجمالي الصدرات العالم كل دي ثروات 67% من اجمالي المساحة الصالحة للزراعة على مستوى العالم موجودة في افريقيا يعني افريقيا دي تبقى هي سلت غزاء العالم وتبقى هي اكبر تجمع صناعي في العالم وتبقى هي مصدر ثروات العالم وبالرغم من ذلك مساهمتها لا تتعدى 4% 3% من اجمالي حاجة من نتج العالم طيب هنا اروح لكتبنا الكبير والساس جميل عفيفي وحتى لو انا كنت بتكلم يمكن في نص الحلقة كده فقلت بمناسبة نكرومة هو زميلنا في الاهرام جمال نكرومة في الاهرام ويكري ودي حاجة مهمة جدا يعني وبالمناسبة هو اسمه جمال على اسم جمال عبد النصر على مسألة دي بوضو حاجة اعتقد مهم جدا للتفات فيها احنا عندنا افاق كبيرة للتعاون ما بين مصر وافريقيا على الصعيد الاقتصادي على السمبيل المثال وبالتأكيد في مسألة الاصعادة السياسية ويمكن كان دكتور خالد دلوقتي بيكلمنا على هذه المسألة سواء اذا كانت تجمعات اقتصادات مختلفة زي كوميسيا او حتى في اطار الشراكات المباشرة ما بين مصر واتفاقات ترنائية ما بين مصر وما بين العديد من الدول لكن كمان اظن انه على المستوى السياسي بل والصحفي يجب علينا توطيد المزيد من العلاقات هل احنا والمؤسسات الصحفية والمؤسسات النشر الافريقية عندنا اواصر حقيقية قوية ولا لا هو في البداية طبعا بالنسبة للتعاون الصحفي مع الدول الافريقية بيتعمل كل سنة دورات للصحفيين الافرقاء وبيجوا هنا في مصر من فترة وبيبتدوا يتعرفوا على الصحافة المصرية وبعضهم بيتدربوا في الصحف القومية او الصحف الخاصة يعني الايام هي الدورة حوالي شهر تقريبا لكن كل سنة بيبقى فيه علاقات تعاون بين الصحفيين الافرقاء والصحفيين المصريين او الصحافة المصرية لكن احنا في الوقت الحالي مع التطور الكبير في العلاقة بين افريقيا ومصر وخاصة من سنة 2014 منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه وضع استراتيجية مهمة جدا استراتيجيته انه احنا عدنا سنوات طويلة بعدنا عن افريقيا للأسف شديد بعدنا عن افريقيا فادرت قوة اقليمية وقوة دولية وخلافه انها تتغلغل داخل الاراضي الافريقية وتقدم لهم خدماتهم وتقدم لهم رغم ان مصر زي ما قال الدكتور في البداية كانت هي الاساس يعني من الوقت جمال عبد الناصر ومن بعدها كانت هي الاساس بعدنا عنها وحتى هي كانت وقفة معنا الدول الافريقية كلها في حرب اكتوبر وفي موقف واحد حصل الدول الافريقية كلها مع الدولة المصرية بشكل قوي في الامم المتحدة كانت جولة وساعة قام بيها دكتور بطرس غالي الكبير الذي صار فيما بعد امينا من الامم المتحدة بالضبط فكان الاستراتيجية اللي وضعها سيادة الرئيس الانفتاح على القرى الافريقية واحنا شفنا جولاته البداية كانت للدول الافريقية كلها لعادة اواصر العلاقات بين مصر والدول الافريقية على كافة المستويات المستوى السياسي المستوى الاقتصادي المستوى الامني المستوى العسكري حل ليه؟ لان الاسف الشديد للقرى الافريقية خلال الفترة الماضية اصبحت ارض خصبة بعض الدول فيها اصبحت ارض خصبة للتنظيمات والجماعات الارهابية العابرة للحدود زي تنظيم القعدة وتنظيم داعش وتنظيم بوكو حرام غير الشباب اللي موجود في السومال وخلافه كل ده بيهدد الامن القومي الافريقي نفسه وبيعود بالتبعية على الامن القومي المصري فزي ما مصر بتقدم خدمتها او خبراتها في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية ايضا قدمت خدمتها بشكل كبير في المجال الامني لان مصر بتسعى الى التنمية المستدامة داخل القرى الافريقية وقدمت خبراتها في مجال الزراعة وفي مجال السدود زي ما شوفنا السد في تنزانيا والطرق وخلافه كل ده ابتدى الدولة المصرية تقدمه على الجانب الاخر مش هيحصل تنمية طالما ان فيه تهديد والتهديد ده عن طريق الارهاب وزي ما قلت الحضرات في تنظيمات كتيرة دخلت وتغلغلت مصر قدرت في سنة 2016 انها تعيد مرة اخرى تجمع الساحل والصحراء اجتماع وزراء الدفاع اللي تم افشار من الشيخ نتج عنه تدريب مثلا اكتر من 2000 ضابط من دول الساحل والصحراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الساحل والصحراء انشاء تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الارهاب هنا في مصر كل ده الهدف منه احداث استقرار القضاء على التنظيمات الارهابية اغلاط كل الابواب اللي ممكن يخش منها التنظيمات والجماعات الارهابية المختلفة من اجل البدء في التنمية المستدامة داخل القارة الافريقية شوفنا حتى العمليات كتيرة بتتم على الجانب الاخر عمليات التبادل الاقتصادي التبادل التجاري اللي زادت بين مصر والعديد من الدول الافريقية شوفنا دول افريقية لأول مرة مثلا الرئيس يزور رئيس مصري يزور مثلا دول افريقية دي حصلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه مباشرة رئيسة الجمهورية في 2014 كانت للجزائر الجزائر لعدة اسباب لان الجزائر التاريخ بيننا وبين الجزائر الجزائر من الدول اللي كانت وقفة معنا بقوة وقت حرب اكتوبر 73 الجزائر وقفت معنا بقوة بعد ثورة 30 يونيو حصلت فكان الأول زيارة طب بالفعل تمت مع الجزائر غير كده بقى زيارات المتتالية للرئيس للدول الافريقية على الجانب الاخر لما مصر تولت رئاسة الاتحاد الافريقي كان من اعظم فترات الاتحاد الافريقي لعدة اسباب لان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدولية كان بيتحدث باسم افريقيا وتحدث باسم افريقيا يعرض الازمات في افريقيا يعرض كل حاجة في افريقيا حتى زياراته الرسمية كرئيس مصر مش رئيس الاتحاد الافريقي اللي كان بيعرض برضو طول الوقت طول الوقت بيتحدث عن افريقيا وعن الازمات في افريقيا وان المجتمع الدولي يجب ان يلتفت لافريقيا طيب مجتمع الدولي يلتفت لافريقيا دي تخلي الواحد يحط عنوان كده لطيف وحنا بنكلم مع دكتور خالد هل تعتقد دكتور خالد أن هذا المجتمع الدولي أو ما يطلق على نفسه أحيانا دول العالم الحر في حين أنه هو دول العالم التي استعبدت كل البشرية استعبدونا أولاد الذين المفتريين دول وقتلوا فينا وارتكبوا من الشنائع والجرائم أكثرها يعني يعني مش عايزين نرجع لأيام ليوبولد لما دبح حوالي مليون كونجولي يعني بس مش دي القصة هل هذا العالم مستعد أنه يفلت أو يفلت إفريقيا بقى شوية أنه يترك إفريقيا للأفارقة ليتنفسوا ويصنعوا أو يصنعوا ويزرعوا وينموا الاقتصاد الإفريقي ولا هيفضل طول الوقت بيستخدم أدوات حتى يظل رابضا فوق الصدور سيظل رابضا فوق الصدور إذا لم يتحرك إذا لم يتحرك أو تتحرك أو الاتحاد الإفريقي ويكون لدى هيئات المختلفة القدرة على وضع رؤية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على الربط الرقم بين هو النهاردة هو اللي بيعيق حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية قدية هو إحنا لو رجعنا الأرقام هو حجم التبادل التجارة هو أفريقيا بتستورد قدية 564 مليار دولار حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية بعضها البعض لا يتجاوز 15% من الرقم من الرقم ده طب الصين أكبر 254 مليار جنيه حجم التبادل التجاري بين الصين وبين الدول الأفريقية 49% من الرقم طب إحنا عشان نقول إحنا عوزين نتحرر من هذا الكابوس لأن أفريقيا مليئة بالكنوز هو ليه القوة العظمة بيتيجي على أفريقيا لماذا لها من إمكانيات لماذا لها من مواتقام مش موجودة في مكان تاني في العالم الحجم السروات الطبعية بشكل غير محدود حجم المساعة أنا نهارد دعيات حرب روسيا أوكرانيا واللهي بالذي يحدث حول العالم من ارتفاع الغلاء الأمن الرزائي وارتفاع الأسعار ومعدلات التدخم في كل اقتصادات العالم ليه؟ علشان هم يعني بيمثلوا 42% من تجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية حول العالم بما فيها للدول الإفريقية برغم أن الدول الإفريقية تملك 67% من إجمال المساحة الكلية في العالم كله الصلاحة للزراعة فعملية المفرد أنه إفريقيا هي اللي تأكل العالم 6% من مساحة القرق أرضية كلها في إفريقيا إحنا النهاردة إحنا عندنا أرادة ولدينا رؤية واستراتيجية وفيه تكامل لأنه النهاردة لابد أن يحدث دراسة لكل الدول الإفريقية على كل دولة على هذا بالإمكانيات والقدرات المتاحة بالنسبة له وإزاي أن عظم الاستفادة الموجودة لده هذه الدول وإزاي أننا نعمل تكامل صناعي واربط وده في المؤتمر الأخير لقاسة مصر للدول الكوميسيا هو التحقيق ودعم الصناعات التكاملية بين الدول الكوميسيا بعضها البعض إزاي أن أعمل التكامل الصناعي إزاي أن أنا طفرة هائلة في هذا القطاع الحقيق والهام إزاي عشان أحدث تنمية حقيقية مستدامة لكل الدول الإفريقية محتاج إيه؟ محتاج بنية تحتية محتاج صرف محتاج أموال مين اللي هدعم ده؟ اللي إزاي كان فيه التكامل الاقتصادي الصناعي بكل الأشكاله وكل أنواعه يحدث من خلال مظلة ألا وهي الاتحاد الإفريقي ليحدث الفارج داخل الأراضي الإفريقية إزاي حدث ده يبقى إيدي للدول الإفريقية مجتمعة أن تخرج من عبائة الاستعمار والاستبداد والاستغلال للثروات للثروات والمناجم الإفريقية من خلال ده قدر أن الدول الإفريقية تتحرر بالكامل وقدر أن هي الدول تعظم الاستفادة بما لديها من إمكانيات وقدرات وقدر أن الاقتصاد الإفريقي بشكل عام أن يحقق طفرة هلا ويكون رقم فيه مش 3% ممكن ينصل لـ 30 و40% من إجمال حجم النتج المحل الإجمالي ده بالإضافة أن بيحدث التنمية الشاملة داخل كل الدول الإفريقية يبقى عندنا بنية تحتية شبكة الطرق الموانئ كل ده وبعدين إفريقيا تمتاز أن البحار والمحيطات يحطوها من كل جوانئ هل تم استغلال الشواطئ دي في السياحة أو الصناعات المرتبطة بالبحر أو الموانئ أو كل استغلال ده موجود أنا أقول لو استغلنا جزء لم نيستغل باقي الأجزاء إنما عندنا في إفريقيا لأ لحد النهاردة طفرة اللي حصلت للإتحاد الإفريقي أثناء رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي بالزبط كده وكان أبرز ما يميزها هو تمرير الاتفاقية التجارة الحرة بين الدول العداء لعدادهم 54 دولة هل تم تفعيلها؟ هل تم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر أو بين كل الدول الإفريقية بعضها البعض؟ ما هي الحواجز اللي موجودة وتعيق حركة التجارة البيانية بين الدول الإفريقية بعضها البعض؟ كيفية إنشاء وحدة أمن زي ما قال الدرس جميل قال إن إحنا يعوق بعض الجماعات الإرهابية تعوق التنمية طب هل فعلا في وحدة أمن تبع للتحاد الإفريقي قادرة على القضاء على مواقع الإرهاب أو أماكن التي تحدث إرهاب وتحدث قلاق لكل الدول الإفريقية؟ هل موجود هذه الوحدة؟ هل موجود خريط الطريق لتحقيق التكامل الصناعي اللي موجود؟ هل موجود خريط الطريق لتحقيق التكامل الزراعي اللي موجود؟ هل موجود خريط الطريق لتحقيق التكامل في الانتاج الحيواني التجربة والانتاج الداجيني؟ هل موجود خريط الطريق للاستغلال أمس للسروات السماكية الموجودة؟ هل موجود خريط الطريق للاستغلال الأنهار اللي موجودة داخل القرى الإفريقية؟ هل موجود استغلال أمس لكل الاحتياطات الهائلة اللي موجودة من الدهب والألماظ واليورانيوم وكل السروع المعدنية الموجودة هل خارطة موجود موجودة ويبقى فيه الاتحاد الأفريقية هو ممثل لكل الدول الأفريقية ومن خلاله تنبس كل اللجان ويقدر يحط كل هذه الخارطة الطريق أمام نصب عينه ويقوم بالتنفيذ فعلا لتحقيق أولا الاكتفاء الذاتي من الجزاء داخل القارة الأفريقية أفريقية في خطر بسبب مجاعة وبسبب تدعيات الحرب الروسية الأفريقية برغم أن من أغنى قارات العالمية القارة الأفريقية ده خليني هرجع هنا مرة تانية لأستاذ جميل ألا وهو طبعا نهينا عن أنه كمان فعلا زي ما كان بيقولتكم إحنا لو عندنا قوة أفريقية مشتركة هنخلص على الإرهاب الموجود في غرب أفريقيا ده زي صباح الخير يعني هياخد الوقت بتاعه بس هينتيبس لأنه عندي قوة قادرة على ذلك لكن على مسألة البوادر أو البشائر أو المؤشرات هل لدينا بوادر بشائر مؤشرات إلى أنه إحنا كلنا في إفريقيا نلتفت جدا إلى أن إحنا عندنا حتة ألماظ كده في شمال إفريقيا اسمها مصر بموانيها على المتوسط والأحمر قادرة على أنها تعمل حالة انتعاش للاقتصاد والصادرات الإفريقية متى وجدت النية هو طبعا لازم يكون فيه النية ولكن إنت لو جيت بسيط للقرى الأفريقية هتلاقي فيه تدخلات أجنبية كتيرة جدا للأسف وكل التدخلات الأجنبية دي هدفها طبعا السيطرة الدول كانت محتلة العديد من الدول الأفريقية يعني عندك فرنسا، أنجلترا، بورتغال، بلجيك بلجيك كتير قوي هنحدش عتقنا بالضبط لازالت رغم حركات التحرر اللي حصلت فيها لكن لازالت برضو بتتزرع هي العيدي وموجودة جوه وقواعد عسكرية وقواعد عسكرية أمريكية وفي بعض الدول حصل فيها حالات انهيار زي مثلا الصومال بسبب الحرب وبسبب التدخل القوات الأمريكية كل ده ولازال لغاية دلوقتي فيه برضو صراعات إسنية في العديد من الدول الأفريقية كل دي بتأثر على التنمية داخل الدول نفسها فالدول نفسها ما فيهاش يعني مصر بتسع في الوقت الحالي زي ما بقول لحضرتك لمبادرات عديدة جدا انه يبقى فيه قرار أفريقي واحد انه يبقى يتم الكف عن الصراعات الإسنية الموجودة يتم فيه كانت مبادرة مطلقة اسمها اسكات البنادق اسكات البنادق طبعا بالضبط لانه فيه أسلحة كتيرة جدا داخل القارة الأفريقية كلها متهربة وكلها طبعا بيتم استخدامها وفيه عصابات فيه قرصنة في البحر الرحم في الصومال وخلافه كل ده لازم عشان توصل لهذه القرارات زي ما حضرتك قلت يبقى فيه قرار واحد يبقى لازم يكون فيه داخل هذه الدول كل الدول دي عمليات هدوء هدوء بمعنى ايه؟ عدم تدخل دول أجنبية داخل القارة أو داخل الدول دي لازم يكون فيه استقرار داخل الدولة دي ما فيهاش عناصر من مؤسرة فيها ما فيهاش صراعات إسنية كله بيبحث عن التنمية بيبحث عن إضافة كل ما هو من التكنولوجيا ومن التطوير ومن التحديث داخل الدول دي طبعا احنا شايفين ان الدول الأفريقية دلوقتي بتسق في مصر بشكل كبير بتسق في قيادة المصرية بشكل كبير بدليل ان العديد من القادة الأفرقى فيه زيارات كتيرة جدا طول الوقت زيارات من القادة الأفرقى للدولة المصرية واللي مع الرئيس عبدالفتاح سيسي زي ما قلت لحضرتك فيه خدمات كتيرة بتقدمها الدولة المصرية وخبرات كتيرة بتتقدم من مصر لدول أفريقية من أجل إعادة التنمية داخل الدول دي الخبرات المصرية خلال السنوات اللي فاتت اللي ظهرت واللي قدرت الدولة أنها تستفيد منها الدولة المصرية فعايزة تنقل هذه الخبرات والتنمية داخل الدول الأفريقية اللي موجودة في الوقت الحالي إذن التجربة المصرية مصر بتحاول تنقلها فعجب أيضا على الدول الأفريقية أن هي تكون عندها الإرادة القوية أن هي تنبذ العنف زي كل الكلام اللي قلنا فيه قبل كده من أجل أن يبقى فيه قوة واحدة وقدرة واحدة وبعندهم الإمكانية والقرار الواضح لبداية التنمية واستغلال السروات أيضا زي ما بقول لحضرتك أن مصر دلوقتي كلهم بيعادوا إليه كل الدول الأفريقية تسخ كثيرا في مصر فقيادة مصر في الوقت الحالي للدول الأفريقية أعتقد أنها هتفيد القرى الأفريقية بشكل كبير هتشد القرى الأفريقية إلى التنمية إحنا شفنا حتى الرئيس وهو بيتكلم فيه لقمة المناخ في نوفمبر اللي جاي بإذن الله اللي فات وكان بيتكلم بمنتهى القوة عن أفريقيا وأن أفريقيا هي أكثر القرات تضررة من تغير المناخ وأن الدول الكبرى ما بتقدمش المساعدات المطلوبة منها للقرى الأفريقية أيضا على مستوى الصحة في وقت الجايحة بعد كورونا في وقت جايحة كورونا مصر بدأت تساعد على أنه توصل اللقاحات إلى أفريقيا إلى أفريقيا إذن فيه ثقة أن مصر هي الدولة القادرة على قيادة أفريقيا مصر تمتلك القدرات البشرية وتمتلك القدرات في كل المجالات أنها قادرة على احتواء أفريقيا عملية التنمية داخل أفريقيا المساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن الشعوب الأفريقية ككل لكن لازم يكون فيه إرادة من الدول الأفريقية إن شاء الله تحصل يالف 30 ثانية لأنه يجب على الدولة المصرية أن تدع رؤية كاملة لتحقيق التنمية المصدامة داخل القرى الأفريقية من خلال كل مؤسسات الاتحاد الأفريقي وهو داعم لكل الدول الأفريقية لو حققنا التكامل من خلال الرؤية المصرية كيفية تحقيق هذا التكامل الصمع والصراع الرؤية دي أنا أقدر أقول بشكل أو بآخر هي موجودة لكن هو قررنا لوحدنا ده فيه 54 دولة لينا كلام بس أشوف يالك يعني البرنامبر بخير بقى يخشوا علينا هيقعدوا معنا على التربيز أنا الأول أعزوك رحيتك جدا أنا دكتور خالد نورتنا وشرفتنا الحقيقي كل شكر أستاذ جميل نورتنا وشرفتنا طبعا في مجارة العادة حضراتكم ضيوف دايما أعزاء أجلاء نستمتع جدا وأنا استفيد أكتر بوجودكم أتمنى أن احنا نتكلم تاني في الموضوع الأفريقي ده بشكل أكتر استفاد ويبقى عندنا بصحة أكبر حبتين إلا أنه لقد هامنا الوقت زي ما بيقولوا كده خلصت الحلقة الحد كده لو كلنا العمر بالتأكيد إن شاء الله نتقبل بكرة بس دا يكون موجود معكم كريم رمزي رقم عشرة أما نحن نلتقيكم يوم السبت وبرنامجيكم التاسعة سلامات موسيقى